طول شازة روان أنت كنت في الموضوع بتاع سلمة الغزولي أنت بتعملي ايه أصلا؟ أنا ربط منزل عندي أولاد بشتغل أونلاين عايدي مع النكات المصرية زي أي ست بتشتغل من البيت فسلمة الغزولي هي سيلر كبيرة عندها بيجي كبيرة على الإنستجرام وبيرواجلها كتير من البلوجرز يعني هي عندها صفحة أو ملصة على الإنستجرام كبيرة والبلوجرز بيرشحوها للتعامل معها أنها شخص ثقة أنت سمعتني عنها إزاي؟ عن طريق البلوجرز والجروبات بتاعة الفيسبوك أنها شخص ثقة أنت كنت بتشتغلي في اتجارة الهدوم؟ أنا بشتغل عايدي في الملابس المصرية والميكب زي موجودين كتير يعني فهي قالت أن هي بتشتغل في الملابس المستوردة فقالت أنا هقدر أوفر لك سيمة المشترات أو جيفت كارد اللي تخليكي تبقي زي أو تشتري زي من برا تمام؟ فبالفعل قالت أن هي هتعمل لنا حجز عشان تقدر توفر لنا الأسايم دي فأنت هتشتري منها أسايم أقدر أشتري بيها فلوس تغلي أسيمة جيفت كارد مزبوط ده إمته هدوم؟ بالزبط تمام؟ بضاعة؟ بالزبط تمام؟ أنا أقدر أخذ منها بقى الكارد ده استلمو وأقدر أن أنا مثلا أنا أشتري بيه لنفسي الغيري أو أبيعه لأي حد عملت كده فعلا؟ سلمت منها أول عشر أيام الكارد ده كم بكام؟ حوالي من 15-16 ألف جنيه 15 ألف جنيه 15 ألف جنيه اشتريت بيها كم كارد؟ حوالي عشر كروت وجولك الكروت؟ جولي الكروت اتبعتتلي على الواتساب ما بيني وما بينها كل ده مثبت كروت على الواتساب؟ أوه بيبقى بيه آي دي أخوكي كبير بيبقى لا لا أسيمة مشتريات بيبقى فيها آي دي برقم وكود وبيني ده خاص باللي بتبعتله تمام يعني فاش حد تاني فده مثلا فيه عشرين قميس وخمس جزم أوه ده أشتري بيه زمان عايزة أوه بقيمة 15 ألف جنيه بقيمة 15 ألف جنيه اشتريتي كم كارد بقى؟ عشر كروت عشر كروت واستلمتين وكلها كروت صحيح كلها كروت صحيح ونتحطتي مبلغ أوه معنا بقى جمعنا فلوس ويعني يعني هي فتحت لي فرصة عمل من البيت إن أنا أقدر أجيب ملابس أوروبية وتأخذي كروت دي تبيعيها بقى؟ أبيعها أو أستخذي أولا أنا أشتغل بيها تشتغلي بيها؟ بالظبط تصرفيها وتبيعها أنت أو تديها للتجار تانين؟ أولا زمان هي أديها للتجار تانين محتاجينها إجبالي فلوس الدفعتها أديه؟ في المرة أول مرة اللي هي 114 كروت تاني مرة بدأ بقى زماني من مثلا من بورسعيد من الكاهرة من السعودية بما أني أنا كنت بتواصل معاها دايريكت فأنتي بقى قالوا لي بالظبط اشتري لنا معاكي كروت فوصلنا تقريبا لحد مليون ونص اللي استلف مليون ونص يعني أنت في عشر تيام استلمت عشر كروت فقلنا بقى خلاص وبعد عشر تيام دول جمعت أنت واللي بيشتغلوا معاكي أو أصحابك أو زميلة فيه بقى اللي استلف مليون جنيه فوق المئة وخمسين اللي انت كنت دفعتينه في الأول بيهم بيهم بيعتبر بيهم كلهم بعتولك فلوس وانتو بعتولها الفلوس بنا بعتلها الفلوس على الحسابات اللي هي بتبعتها لنا على طول الحسابات بانكية أو ودفون كاش بتاعها تستقبل الفلوس المفروض أنها تبعتلكم بطلت تبعتلك إمتى تاني عشر أيام تاني دفعة تاني دفعة اختفت وقالت ودفعت مليون ورس كلهم حولتوا المليون ورس كلهم حولناهم وعلى فترات بقى يعني إزملتي كانت تقولي يروان أنا عايزة أحكز كذا خليها تبعتلي حساب فتبعتلي حساب وقد دي إزملتي حول لها بس تكون له تحت اسمي يعني طب خلينا نسمع